السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية انتمنى تكونوا بخير وعلى خير ووصفة اليوم هذي الحلوة راح تكون محشية صدقوني حشوة ولا أروح بزاف بنينة وهذي الحلوة من أبن وألذ وأسهل حلويات اللي ما تقدروش ما تدروهاش بكل صراحة ونحضرها معاكم بطريقة بسيطة جدا وطبعا إذا عجبتكم الوصفة على النهار اليوم ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي على بركة الله نجوزوا لطريقة التحضير إذن نحتاجوا 250 جرام مارغارين نزيدوا كاس غربع سكر ناعم مايو عادل 90 جرام وحبابيض وسافار بيضة ومغرفة صغيرة لفاني وقرسة ملح وهنا كما راكم تشوفو نزيدوا 5 مغرف كبار كاوكا ومرحي فرقيق وإذا ما توفرش عندكم تقدروه تستغنوه عليه يعني ما شي لازم ولوكا نزيدوه لحلوة تاكم تعصح الجيبنينا هنا نبدأ نخلط المكوينة مع بعضهم حتى نتحصلوا على خالد كريمي يعني بهذا القوام وفي هذا الأثناء نزيد الفارينة أولا لازم تغربلوها هذه العجينة ما فيهاش خاميرة كيميائية وإذا تحبوا الحلوة تاكم تجيكم الذوب في الفم راح تزيدوه زوج مغرف كبار تعنشة وثانيا نزيدوها بالتدريج يعني تزيدوها غير بشوية حتى تطموا العجينة تاكم وتتحصلوا على العجينة متماسكة وكملاحظة هذ النوع تاقي الحلوة العجينة لازم تديروها متماسكة يعني ما تدروهاش طرية بثاف لو كان تديروها طرية بثاف راح تنتفخ في هذليمول وكيما راكم تشوفوا الحلوة التاعي راح نطيبها في هذليمول وماشي لازم تديروه نفس النوع يعني تقدروه تديروه اللي توفر عندكم في الضار كل وحده والنوع اللي عندها في دارها نكور العجينة في الدي ونبدأ نشكلها في لمول بهذا الطريقة و كملاحظة مهمة جدا العجينة تعكم لازم تحلوها رقيقة باش كي الطيب ما تنتفخش في الفرن و الشكن تحم يجي بزا فعيل ناكد و نعاود العجينة تعكم ما تحلوها شخشينة في هذلي مول و كي ما راكم تشوفوا هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها نزيد معاكم وحدة نكور العجينة في الدي و نبدأ نشكلها بهذا الطريقة بنسبة لي كي ما راكم تشوفوا ما عنديش بزا فتا علي مول عندي منهم عشرين حبة يعني راح نطيب ثلاث مرات ثلاث مرات و انا نشكل و نطيب هذلي عجينة شوفوا البنات انا كي نشري هذلي مول نشري منهم حاجة قليلة نقول ما نحتاجهمش و كي نخدم حلوة كي ما هذي اللي خدمتها اليوم معاكم ما تتصبروش شحال نتعب فيها نشكل و نطيب شحال من مرة يعني اللي عندها كمية كبيرة تالي مول هذي الحلوة توجدوها كي ما نقولو في وقفة ما تتعبوش كامل فيها وهنا كي ما راكم تشوفو بعد موجة الكمية الليولا نحطهم في الصينية بهذا الطريقة و لازم تتقبوهم بالفرشيطة هذي الصينية نحطها في الكونجيلاتو في المجمد نخليهم يبردوا من خمس دقائق الى عشر دقائق و نطيبهم في فرن لازم يكون سخون من قبل الصينية نحطها في الواسط والفرن نجعلو من الاسفل نطيبهم في 180 دراجة نخليهم حتيت حمرو ملتحت على الجوانب و نحيهم هنا بعد ما طابوا نحيتهم من الفرن كي ما راكم تشوفوه جو ما شاء الله بقوا محافظين على الشكل تحهم و لعجينا كي ما قلت لكم لازم تحلوها رقيقة جو ربعا يا البنت و للإفادة هذي الكمية دعت لي 44 حبة و كين لسقهم يرجعو لنا 22 حبة هكذا بيش يكون على بلكم هذي الكمية شحال تخرج لنا و بالنسبة للحشوة نحتاجو كرنشي البندق بذوق البوينو و نحتاجو الكرامل بالنسبة للكرامل هذي هي النوعية اللي خدمت بيها بزاف هيلام و نبدأ نحط الحشوة لنا هكذا بهذا الطريقة و إذا ما توفرتش عندكم تقدروا تعوضوها بشوكورة تختيني في هذا الوصفة اللي بنات راح نشارك معاكم الأسعار باش تاخذوا فكرة و تعرفوا شحال تحتاجو يعني في هذا الوصفة إذا راح تديروا كمية كبيرة ولا كمية قليلة كي ما نقولكم دائما على حسب الكمية اللي تحبوا تديروها بالنسبة كرنشي البندق بذوق البوينو هذي الكمية شريتها بخمسين ألف و دارتلي تنين وعشرين حبا سوا سوا نزيد نحط الكرامل بنسبة الكرامل ما شي غالي بزاف نسيت شحال شريتو بعد ما وزعت الكرامل باش الحبات يلسقوا مع بعضهم نزيدو الجوز شريت بعشرين ألف أنا نعود لكم في الأسعار باش تاخذوا فكرة هذي الحلوة شحال تسقام لكم وهنا كي ما راكم تشوفوا بعد ما نحطوا الحشوة تعنا نبدأ نلسق في الحبات بهالطريقة وبالنسبة للذوق جاء بزاف بزاف بنين الحشوة بزاف هيلة كرامل مع كرنشي مع الجوز حاجة ولا أروح وهنا كي ما راكم تشوفوا بعد ما نحطوا الحشوة تعنا نلسقوا الحبات مع بعضهم نروحوا لمرحلة التزيين بالنسبة للتزيين نحتاجوا موربة نحتاج كوكو محمص ومرحي بقشورو مرحي في الخشين ونحتاجوا عسيلة الوالدة هذي العسيلة طبيعية مئة بالمئة وعندها نكهة طبيعية وطيبة على البوخار يعني السكر تحها ماشي محروق فوق النار ناخذ منها مقدار خمس مغارف كبار نخلطهم مع الموربة بهالطريقة هكذا حتي تجنسوا المكونات مع بعضهم الحلوة التاعي نمسحها بالخالي اللي درتو تاع الموربة والعسيلة هنا مدك التروش نديرو غير شوية هكذا نديرو في الوسط على الجوانب وتقدروا تديرو حتى ملتحت نرمض في الكوكو كيما قلت لكم هذي الكوكو محمص بقشورو ومرحي في الخشين نحطوها في الكيسات الحلوة التاعنا وهذه هي النتيجة اللي تحصنا لها نكمل زين الحلوة التاعي كامل بينفس الطريقة ونشوفوها في الشكل النهائي فيما بعد ان شاء الله وكان هذا هو الشكل النهائي للحلوة اللي حضرتها معاكم اليوم كيما راكم تشوفو في الاخير زينتها بورود من الشوكولة بالنسبة لهذا الورود خدمتهم بمول سيليكون هذه طريقة معروفة بزاف ويعني لحد الان ما كانش قانات وما شاركتش معاكم طريق تحضير هذا الورود نلسقوهم بالشوكولة الحلوة التاعنا جات بزاف هايلا شكل رائع وذوق اربع وهنا نقسم معاكم حبة وكيما قلتلكم هذا الحلوة اذا تحبو تجيكم تذوب في الفم راح تزيدو في العاجينة زوج مغارف كبار تعنشة وهنا نبينكم الحشوة التاعنا هذا الحشوة البنات تجي ولا اروع هذا الحلوة كيما قلتلكم ما تقدروش ما تدروهاش في هذا العيد شوفو البنات روعة الحلوة التاعنا روعة حذرتها معكم بطريقة بسيطة سهلة مقادير مضبوطة جدا ووصفة ناجحة من اول تجربة نتمنى من كل قلبي هذ الوصفة تنال اعجابكم وتجربوها ننصحكم تجربوها لانه فعلا فعلا الوصفة تستحق انكم تزينوا بها الحلويات انتاكم النهار العيد اذا كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم ما بقى لي غير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انتعالوا في روحتيكم في امان الله